السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يختار الشفاعة بدلا من دخول نصف أمته الجنة نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من عند ربي يعني ملك من الملائكة فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وإنها إن شاء الله لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا الله أكبر يبقى النبي عليه السلام جاءه ملك بيقوله إيه رأيك تختار إيه ربنا بيخيارك أن نصف أمتك يخش الجنة ولا أن أنت تشفع في أمتك فاختار الشفاعة لأن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل عدد كبير إلى جنة الرحمن يوم القيامة حبيبي كم أمها تبقى موجودة سبعين أمه إيه الدليل على كده؟ الدليل ما رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تتمون يوم القيامة سبعين أمه أنتم خيرها وأكرموها على الله إحنا الأم رقم سبعين طيب كم عدد بقى ليخش الجنة من أمت النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلتين أهل الجنة من أمت النبي والتلت يتوزع على تسعة وستين أمه قابلينا إيه الدليل؟ الدليل ما رواه أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة عشرون ومائة صف طبعا صف بالمليارات ثمانون منها من أمتي وأربعون من سائر الأمم الله أكبر إذن تلتين أهل الجنة هيكونوا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فخليك ورى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته